الدورة الثانية لمعرض برلين للكتاب العربي على مدى يومين يستقبل البيت الفلسطيني الألماني ومنتدى القدس الثقافي سوار المعرض في الدورة الأولى شهد إقبالا كبيرا لكن هذا العام يقام المعرض في ظل انتشار وباء كورونا والإجراءات التي فرضها مع ذلك يتوقع المنظمون أن يصل عدد الزوار لنحو ألف شخص هذه السنة بحكم أزمة كورونا حاولنا وفكرنا أن نعمل هذه الفعالية ولكن أصرنا على أن نعمل هذه الفعالية رغم أزمة الكورونا متوقعين أنه يجي عدد لا بأس فيه رغم هذه الأزمة نتوقع بين عدود 800 إلى ألف زائر اليوم وبكرة إن شاء الله ازدحم المكان سريعا الكتب تنوعت بين ثقافية وتعليمية وأخرى سياسية إضافة لركن خاص بالأطفال هذه أول مشاركة خليني أقول بعد كورونا للأسف كان الوضع شوي بكورونا سيء ولكن الحمد لله في إقبال اليوم جيد نحن اليوم وبكرة إن شاء الله بس لحد الآن الإقبال حلو لما أرى أن أهالي مهتمين أن يعلموا أولادهم الاستقافة العربية الهوية العربية الخط العربي هذا الشيء بيسترني كتير في الخارج ينتظر بعض الزوار أحاديث جانبية في السياسة والثقافة تدور هنا مهمة كتير ليش؟ لأنه أنا كتير بحب أقرأ من الكتاب ما بقدر أقرأ على السكرينز الأكيد أي حدا بقدر لأي كتاب بدويا على الإنترنت بس ما بحب أقرأ على الشاشات أبدا فبيهمني يكون موجود كتب تقدر تحكي عن تاريخي عن تاريخ بلدي من وين أجيت أنا كنت صغيرة ما كنت بعرف كتير فبيهمني الكتب اللي جاي من بلدنا من الشرق الأوسط بتحكي عن كل هاي المواضيع ألف كتاب تنوعت بين روايات وقيصص وكتب إسلامية وكتب ثقافية وعلمية